بعد الخروج من المنافسة في عيد الأطحى محمد رمضان راجع الزيرو في الصيف منافسة قوية قدام هنيدي ومحمد إمام مراته بتموت وابنه بيتصاب بمرض خطير فازاي هيختف رمضان شبك التذاكر في الصيف؟ بعد طرح الإعلان الرسمي لفيلم عزيرو لمحمد رمضان ونالي كريم من إنتاج العدل جروب ظهرت ملامح الفيلم بعض الشيء واللي يبدو إن فيها قصة إنسانية مختلفة ونالي شايفت إن الفيلم هيبقى في حتة تانية غير كل الأفلام اللي قدمها رمضان قبل كده وآخرهم فيلم هارلي وهيكون الفيلم ماكس حلو بين الدراما والأكشن اللي اتنين اللي رمضان شاطر فيهم محمد رمضان طالع في الفيلم راجل فقير قبل طفل مريض مراته بتموت وبتسيبهوله وبيضطر إنه يدخل في دائرة تجارة الأعضاء عشان يقدر يعالج ابنه ومن هنا بتدور أحداث الفيلم وبتتطور شخصية محمد رمضان اللي هيبقى بيشتغل دي جي وبيتحول من حمزة لدراجون وبيبقى واحد من الأغنية وبيقع في حب نيلي كريم واللي طلع بدور بنت اسمها مريم ورمضان قال إنها تبقى شخصية مختلفة عن كل الأدمتهم نيلي وبيرجع رمضان بفلم عزيرو للمنافسة في الصيف بعد ما غاب عن موسم عيد الأطحى وتقال إنه بسبب ظروف انتاجية والبعض الخوف من منفسة كريم عبدالعزيز وتمر حسني لكن العدل جروب أعلنت في بيان وقتها سبب عدم طرح الفيلم اللي خرج على المنافسة في اللحظات الأخيرة وقال البيان نظرا لعدم الانتهاء من تصوير فيلم عزيرو ومن ثم أعمال ما بعد التصوير من منتاج وموسيقى تصويرية ومكساج وحرصا من الشركة والنجم محمد رمضان على خلوج الفيلم بالشكل اللائق احتراما للجمهور ورغبة في توحيد عرض الفيلم في كل دور العرض داخل وخارج مصر في نفس التوقيت مع الدعاية المناسبة فإن الشركة قررت عرض الفيلم في التوقيت لاحق وأعلنت بعد كده أنه هيكون في أغسطس بيدخل رمضان بالفيلم في منافسة مع النجم محمد هنيدي اللي نازب فيلم مرعي البريمو ويعتبر هنيدي منافس رمضان الأول خاصة أنه راجع بذكريات الماضي والشخصية الصعادية اللي بيحبها الجمهور غير المنافسة مع النجم محمد إماهم وياسمين صبري واللي دخلين الصيف بفيلم أبو النسب وسنائية ياسمين وإماهم من السنائيات النجحة واللي الناس بتحب تشوفها مع بعض لكن الاختلاف والقصة الإنسانية اللي بيقدمها رمضان السنة دي مخليها الناس تشوف الفيلم خاصة أنه أول تعاون مع نجمة كبيرة زي نيلي كريم كمان الفيلم من إنتاج العدجوب وتأليف متحة العدل وإخراج منذ العدل ومعروف عن عيلة العدل أن شغلهم أيقوني ودايما بيقدم قيمة مضافة للفن المصري وأنهم من أكتر صناع المهنة تفانيا وحبا للشغلانة وبيقدموا فن حقيقي وأعتقد دي من الحاجات اللي قدت نيلي كريم ثقة كبيرة أنها تدخل الفيلم خاصة أن التعاون بينهم مستمر على مدار سنوات طويلة ولماذا دي ثقة برضو للجمهور أنهم هيدخلوا فيلم متعوب فيه وفيه شغل مش مجرد فيلم تجاري عشان يلموا إيرادات كمان بالنسبة لهم محمد رمضان نجم كبير يقدروا يبيعوا من خلاله والجمهور هيشتري وهو مبسوط ومتطمن وخلونا متفقين أن محمد رمضان موهبة كبيرة سواء بتحبه أو لا وطول الوقت محتاج صناع فهمين ومؤدرين موهبته عشان يخرجوا بعمل على مستوى محترم خاصة لو شركة زي العدل جروب اللي الجمهور والنقاد والصناع نفسهم بياسقوا في اختياراتهم والفن اللي بيقدموه